طبعا 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 على مدار الإسبوع اللي فات كمان زي ما بقول لحضراتكو أحداث كثيرة جدا جدا وزي ما بقول صعود الزد صعود الجونة صعود بلدية المحلة للدور الممتاز بعد كل واحد ما تصدر مجموعته زكاة مجموعة القاهرة وبحري أو مجموعة الصعيد على نفس الترتيب المنافسة خلال الموسم اللي جاي الحقيقة المنافسة كانت السنة دي كانت منافسة صعبة جدا وكمان عايز أحيي قرار تفعيل أو إقامة دوري المحترفين من مجموعة واحدة الموسم المقبل إن شاء الله وهو الدوري اللي حيضم 16 نادي أول هنتكلم على أول من المركز الثاني للمركز الخامس حضراته خلاص المجموعات كانت ثلاث مجموعات صعد كل أول من كل مجموعة طيب من المركز الثاني للمركز الخامس في كل مجموعة بتتكلم بيسعد مباشرة لدوري المحترفين يعني من المركز الثاني للمركز الخامس خلاص بقى متواجد في دوري المحترفين أصحاب المركز السادس لغاية الآخر للأسف دول حيكونوا في دوري الدرجة الثانية يعني المركز السادس في كل مجموعة حيقابلوا بعض في دورة سلسية علشان يصعد لي ويكون موجود في دوري المحترفين غير كده كل اللي باقي حي يعني احنا نكمل 16 فرقة وزي ما بقول لحضراتكو أنا مع فكرة أن يكون دوري ما بينكو سيني الممتاز به دي مجموعة واحدة مش ثلاث مجموعات الحقيقة لكن إزاي تسوق لهذه البطولة إزاي تتكلم أنك عايز تعمل بطولة نكحة الخطوة الأولى جيدة جدا يكون عندك مجموعة واحدة بتلعب بشكل منتظم كمان مهم جدا أنك تكون يعني بتسوق لهذا المنتج بشكل جيد الحقيقة فيعني ده مهم جدا أن احنا نتكلم في النقطة ديت أنك آه الفكرة هايلا أنك بتعمل دوري الدرجة الممتاز به بتعمله مجموعة واحدة زي ما بتتكلم على الشامبينشيب في الدوري الإنجليزي أو في البطولة الإنجليزية بتتكلم على دوري المحترفين طيب دوري المحترفين هيكون إن شاء الله دوري قوي جدا عملية تسويق وبقى عايزين نعرف إزاي هيتسوق المتشاط هتزاعم من العزيع المباريات السبونسور الموجود لازم نهتم به هذا الدوري بشكل كبير جدا لإني زي ما بقول لحضراتكم ده كمان بينعكس على المنتخب الأول ليه بينعكس على المنتخب الأول؟ هيكون عنده قاعدة أوسع من اللاعبين يعني عندنا قاعدة في الوقت ممكن المدير الفني هيكون عنده رؤية واضحة لدوري الممتاز ويجمع دوري المحترفين فالاختيارات ممكن تكون أوسع وما أدراكم لدوري المحترفين وافتكروا الكلام ده هتلاقي فيه مواهب كثيرة جدا جدا هتلاقي فيه منافسة شديدة جدا جدا هيكون دوري قوي إزاي نستغل ده نحن نسوأه صح وإزاي نستغله على المستوى التسويقي على مستوى المنتخبات سواء منتخب أولومبي منتخب شباب في القادم ده مهم جدا 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 الحقيقة كمان زي ما بقوله فيه تلاتة كمان هيهبطوا من الدوري طبعا من الدوري المصري هيكتمل الستاشر فرقة اللي هيكونوا موجودين في دوري المحترفين